بسم الله السلام عليكم متابعي الأوفية مرحبا بكم اليوم نقدم لكم سلطة ملكية للعراضات والمناسبات السعيدة لغة تبهري بها الضيوف بيالك بمكوناتها الغذائية المتنوعة والمتكاملة وبتقديمها الراقي والمميز شهية طيبة وفرجة ممتعة نبدو على بركة الله فكل مكوناتنا جاهزا نبدو بتحضير سلطة الخاصة بالسلطة السلطة الأولى بإناء الخلط سنوضع 70 مليلتر للخل لتتعادل طولة الكوب ولا نصف كاس للعنبة تقريبا نضيف عليها نصف معلقة صغيرة للفلفل الأسود للبزار وملعقة طعام غير ممتلئة من الملح ويمكنكم تعدلوه في الكمية نخلط هاد المكونات مع الإضافة التدريجية ديال 250 مليلتر من زيت الزيتون لزيت عادل كوب ولا كاسونس ديال العنبة نضيفوه بشكل تدريجي دائماً مع الاستمرار بالخلط حتى تجانس لنا كل هاد المكونات وهكذا نكونوا وجدنا السلطة الأولى بالنسبة للسلطة الثانية وهي السلطة الوردية سنحتاجوا بتحضيرها الثمانيات المعالق طعام من سلطة المايونيز اللي سبق لنا وحضرناها بزوج ديال الطرق بالبيض وبدون بيض ونضيفو عليهم بزوج معالق طعام من سلطة الكيتشوب اللي حضرناها كذلك هنوضع لكم روابط كل هاد الوصفات بصندوق الوصف أسفل الفيديو وباش نخفوه من الكتافة ديال هاد السلطة نضيفو عصير نصف حبة ليمون حامض ونقلبو المكونات حتى تجانس اللي تيبغي طعم ديال الكيتشوب يكون دهر في مكله يضيف المزيد اذا السلطة الوردية جاهزة ننتقلوا الان لخطوة الموالية وهي تحضير سلطة الافوكادو ونحتاجو هنا جوج حبات ديال الافوكادو اللي سبق لي ونضفتهم مزيان فنقطعهم بشكل طولي الى نصفين باش توصلوا بكل ما هو جديد ما عليكم الا تأكيد الاشتراك وبالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل رمز الجرس نزولوا العظم ونفرغوا المحتوى ديال انصاف الافوكادو بواحد معلقة كبيرة بهذا الطريقة ما تنسوش كذلك مواكبات جديد قناتي الثانية للحلويات والمخبوزات سنقطع الافوكادو المكعبات صغيرة اولا نقطعوه طوليا بعد ذلك نقطعوه للعرض باش نحصل على هاد المكعبات تنشير كذلك بان جميع الوصفات ستوجدوها مكتوبة بموقعي حلوية الشفنة ديال وموقعي ووصفات نادية هنحتاجو الواحد حبة ديال الطماطم كبيرة لمحيدة للزريعة ومقشرها نقطع المكعبات نضيف عليها الافوكادو بالنسبة لهذا الانصاف اللي احنا فرغنا من المحتوى ديالهم هنضهنوهم بعصير ليمون الحامض باش ميكحالوش اي ميت اكسدوش وبالتالي حافظوا على اللون ديالهم الاخضر الزاهي اثناء التقديم فهد السلطة هي سلطة مركبة من عدة سلطات غنضيف زوج معالق كبار من البصل اللي مفروم ناعما تيعطينا نكهة مميزة لهد السلطة الزوج ديال العيسي ديال السوريمي او اصابع الكابوريا اللي غادي نقطعهم قطع صغيرة ويمكن لكم تعوضوهم كدلك بالجنباري القمرون او لكدلك علبة من الطونة بعد تقطع ديالهم تنضيفهم البقية المكونات والسلطة اللي غادي نضيف هنا هي السلطة الوردية غادي نضيف مقدار ثلاث ملاعق طعام فهد السلطة تتمشي جانبا بهد السلطة الملكية ممكن لنا نستعملوها مع الاسماك او لنضيفوها كدلك لسلطة الافوكادو بعد التقليب لكل هاد المكونات وتوزيع السلطة تنحصلوا على واحد سلطة مجنسة اللي تنملؤ بها هادوك الانصاف ديال الافوكادو اللي سبق لنا وفرغناها نحاولو نوزعوهم بكميات متساوية على الكطع بربعة فهد السلطة الوحدها هي سلطة غنية متكاملة ومغدية نتاقلو لتحضير باقي السلطات عندنا هنا ثلاثة الحبات ديال البطاطيس اللي اسبق ليها وصلقتها وقطعت المكعبات نضيف عليها السلسل اللي حضرنا الاولى نضيف مقدار ثلاثة المعالق ثلاثة المعالق طعام فهد المقدار هو كافي لكن يمكن لكم تزيدوا المزيد فهذا سيبقى حسب تفضيلات والذوق ديالكم نقلب هد المكونات جيدا حتى تتلبس قطع البطاطيس بهد السلسة فهد السلطة هي سلطة بسيطة وسهلة السلطة الثانية وهي الفاصولية سلطة الفاصولية او اللوبي الخضراء اللي غنضيف عليها كده اللي نقدار ربعات المعالق طعام من السلسة الاولى فهد الفاصولية عندي الكمية ديال 300 جرام اللي نضفتها قطعتها القطع بطول 5 سنتيمترات تقريبا وصلقتها نقلبها الان باش نغلفها بهذيك السلسة وتنكه ليا جيدا والسلطة الموالية هي سلطة البربا او البنجر او الشمندر اللي سبق ليسلق ثلاثات الحبات من توسطة الحجم وبشرطها بالمبشرة اي حكيتها بحكاك الجهة الغليظة نضيف لها الان ربعات المعالق طعام من السلسة الاولى ونقلبها جيدا حتى تتنكه مزيان ونحصله بهذه الطريقة على السلطة ديال البربا وهي سلطة جيد رائعة وصحية ولي ما بغاش البربا محكوكا فيمكن لي قطعها المكعبات صغيرة بالنسبة للسلطة الجوزر فهنا استعملت ربعات ديال خيزوات اللي بشرطهم وصلقتهم المدة دي الخمسة دقائق كده يمكن ليكم تتركوهم وتقطعوهم من مكعبات الصغيرة فهذا يبقى اختياري نضيف عليهم ربعات المعالق طعام من السلسة الاولى ونتبلهم مزيان ونتاقل الان لتحضير السلطة الملفوف البنفساجي لون برده اللي قطعتوك كده بقطع صغيرة اللي غدي نتبله بنفس المقدار ديال السلسة اي ربعات المعالق طعام ونخلط جيدا حتى تتشبع لون بارده بهديك التسبيله هاد النوع ديال الملفوف وهو جيد للصحة غنتاقلوا لمرحلة التقديم غنحتاجوا واحد طبق كبير وواحد طبق اللي تتشكل من طبقتين ديال الحلويات بالنسبة الصحل الاسفل فانا قلبتو كيفما تتلاحظوا معايا اللي غنوضعو بقلب هادك الصحن الكبير كيفما تتلاحظو معايا غادي ناخد الان الخص يمكن لكم تستعملوا اي نوع عندكم فتنزول لي هاد الجزء وتنوزع الاوراق دياله على محيط الصحن اللي هو كبير كما تتلاحظو معايا غادي نغطي فقط هادك الجزء اللي يبين من هادك الصحن الكبير بهذه الطريقة غادي نوزع الان سلطة الملفوف الوردي وغادي نوضعها حول القادب لرافع لنا الصحن الاعلى بهذه الطريقة اذا تنكتله في المركز ديال الصحن الاسفل من بعد تنوزع حول هاد سلطة ديال الملفوف الوردي سلطة الجزر اي سلطة ديال الخزو ودائما طريقة ديال التقديم فتتبقى اختيارية ويمكن لكم تفنق في ذلك غادي نوزع سلطة اللوبيا الخضراء حول سلطة الجزر فيمكن لكم تتابعوني على صفحتي بالفيسبوك لمواكبة جميع المنشورات ديالي فجميع الروابط غادي نوضعهم لكم صندوق الوصف اسفل الفيديو غادي نتقلوا الان لتوزيع انصاف سلطة الابوكادو غادي نوضعهم بواحد شكل منسق فوق اوراق الخص بهذه الطريقة فهذه السلطة يمكن لكم تعتمدها سلطة الاعراس المناسبات الكبرى الحفالات ونوزع سلطة البطاطس غادي نوضعها فقط بجنب نسبة حباز الابوكادو اي سلطة الابوكادو دائما فوق اوراق الخص ومن بعد غادي نوضع سلطة الشمندر اي البربا دائما على محيط الطبق الكبير فهذه السلطة فهي لوحة فنية غادي نضغط على الوسط ديال جزء ديال السلطة البربا غادي نشكل على شكل عش ونوضع بيها ثلاثات البيضات ديال السمن اللي سبق لي واسلقتهم بهذه الطريقة سنحصل على الشيشات لتزيدنا رونق لهذه السلطة كذلك سيفتحولينا الشهية خاصة الاطفال نوضع بعض حبات الطماطم الصغيرة الحجم لطماطسوريز بمحيط الصحن الكبير من الجهة الخارجية ففي تقديمكم لهذه السلطة يمكن لكم ضيفوا اللمسات الفنية ديالكم غادي نضيف بعض حبات الزيتون حولها سلطة اللوبيا الخضراء أو فاصوليا الخضراء ومن بعد غادي نوزع بعض أوراق الخص بالطبق الأعلى فدائما تنشير يمكن لكم تستعملوا أي نوع تتوفروا عليه ثم نوزع بهذه الطريقة ونضيف الآن الجنبري بالحجم الكبير ويمكن لكم تستعملوا أي نوع من القشريات كالكاميرون أو القريدس فسبق لي وضعته بالماء اللي تكون مغلى مضاف له قليل من الملح وفاصل ديتون ورقة نرب المدة دي السلق ديالو هي خمسة دقائق متى يتعدهاش ومباشرة نوضعه بواحد الحمام ديال المل متلج نوضعه بواحد شكل منسق فالمل متلج هنا علاش باش يوقف لنا العملية دي الطهو ديالو وبالتالي اللحم ديالو تبقى فتي واللون ديالو تبقى زاهي وغادي نضيفه كذلك الجوبن لهذه السلطة يمكن لكم تستعملوا أي نوع لكن أنا هنا غادي نضيف شرائح الجوبن الخاصة بالساندويتشات اللي غادي نشكلها على شكل أقمع تلفهم بهذه الطريقة وتنوضع بالقلب ديالها عصية ديال سوريمي أو أصبع ديال كابوريا وتنوضعهم بهذه الطريقة فدائما تزيين تبقى اختياري نوريكم الطريقة من جديد تلفوا الجوبن وتنضعوا عصية سوريمي وتنزينوا الطبق ديالنا وغادي نحتاج كذلك شرائح ديال السلمون اللي ممكن لكم تعاوضوه بأي نوع من الأسماك المدخنة فهنا السلمون مدخن أو أي نوع من لحوم المدخنة فكناسيحة حتى أفضوه به بطلاجة حتى تسبوا يتستعملوه اللي خرجوه فأنا بقى عندي هنا فوق سطح العمل بحرارة الغرفة غادي نقطعو بهذه الطريقة نحصلو على شرائط اللي غادي نلفها وبالتالي غادي نحصل على شقر وردة فانتونا محبي وعشاق ومتابعي وصفة شفنا ديال حاولوا تفنو تشجعو وتبدعو تستعملو المتواجد عندكم ما تبقوش مقيدين بنفس المكونات اللي عندكم يمكن لكم تحضروا به هاد السلطة فهي سلطة رائعة وراقية المهم هو تاخدو الفكرة حصلنا على شكل وردة غادي نوضعوها بسلطة البطاطس غادي نوزعها بهذه الطريقة وكذلك غادي نوضع بعض الورود من السلمون في الطبق الأعلى غادي نوزع هنا جرد البحر فغادي ندير ديل دياله بالطبق الأعلى والرأس دياله حول الأسفل اللي سلقتو بنفس الطريقة ديال الجنباري وكذلك ممكن ننطلقو عليه اسم ديال السيغالا فستعملوا أي نوع من القشريات التي نتوفر عندكم سلطة جد رائعة لوحة فنية غنية متكاملة ألوانها زاهية ومتنوعة فاتحة للشهية وتصلح لكل المناسبات السعيدة سلطة الملكية للمناسبات والعراضات جاهزة بصحة وراحة إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب ما تنسوش المشاركة والاشتراك مرحبا بالاقتراحات ديالكم مرحبا بالاستفسارات ديالكم وشرككم مبروكة وإلى لقاء قريب إن شاء الله دمتم لنا أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته